السلام عليكم الموبايل اللي معنا النهاردة من ارخص الموبايلات اللي هتقدم لك 8 جيجا رام مع مساحة دخلية 256 جيجا وبسعر قليل جدا وهو من شركة شاومي وتحت برند بوكو وهو البوكو C65 ودايما شاومي بيتقدم لك المواصفات القوية والسعر الحلو تحت برند بوكو اللي دايما بيتميز بالحاجات دي بيبقى تسعيره حلو ومواصفاته قوية ودي اول حاجة شفناها في البوكو C65 8 جيجا رام مع 256 جيجا فدي حاجة قوية جدا في فقه اقتصادية وفيه نسخة تانية 6 جيجا رام مع 128 النسختين دول انتشروا في الوطن العربي ونزلوا مصر بشكل رسمي 6 جيجا رام ب6500 جنيه وال8 جيجا رام مع 256 ب7500 جنيه ودي الاسعار الرسمية فتقريبا في الفقه دي مفيش موبايل بيقدم لك 8 جيجا رام مع 256 والسعار بتاعه 150 دولار فالاسعار قوية جدا فخلونا نتعرف على البوكو C65 بيقدم لنا ايه المميزات اللي هتكون حلوة فيه وايه التنزلات والعيوب اللي موجودة في الموبايل ده فهلا بنا كده نخش على البوكو C65 وبفقرك ان انت تعمل لايك للفيديو ولو مش مشترك اعمل اشتراك عشان تتابع كل الكلام الجديد اللي جاي طيب نخش اول حاجة على شكل الموبايل اللي شكله كويس جدا وشكله جميل قوي ونفس لغة التصميم اللي استخدمتها بوكو السنة دي في البوكو X6 والبوكو X6 برو جالنا برضو نفس الدزاين الجميل بتاع الكاميرات وشكل الموبايل كده بشكل عام كويس جدا وزنه لحد ما كويس 192 جرام وبرضو سمكه كويس فمسكته بتكون مريحة في الايد والشكل الخارجي بتاعه كده شكله بريمام وشكله شيك مش موبايل اقتصادي والحواف بتاعته جاي كده من الحواف الحادة ودي بقى الترندية دلوقتي الموبايل كده في الاول بيدعمل NFC فدي نقطة حلوة وسائل الدفع الالكترونية والبصمة طبعا موجودة على زرار البور وتعمل بكفاءة وايسع جدا اما بقى لو لفينا الموبايل واللي جينا للشاشة بتاعته فالشاشة كان عادة فيها اقتصادية فجايبها لك بقى الوتر دروب نوتش القديم والحواف اللي تحت الى حد بماها كبيرة شوية يعني كنا اتمنى انها تبقى هول بانش بتبقى شكلها اشيك شوية لكن مازال شركات كتير بتقدم لك الوتر دروب نوتش اللي شكله رخم جدا الشاشة جاي بحجم كبير 6.74 انش شاشة من نوع حلو او معقول اي بي اس ال سي دي بجودة اتش دي بس مش فول اتش دي ودي نقطة مش لطيفة لكن بمعدل تحديث سسعين هيرتز فمعقول هنا معدل التحديث بيساعدك في سلاسة الموبايل والسطوع بتاعها بيصل الى 600 نتس سطوع معقول في الموبايل وكمان موجود طبقة حماية على الشاشة بتحميها من الخدوش والخربيش الشاشة اللي حد ماها تقليضية ومعتادة مفيش فيها حاجة اوفر سواء بقى في الايجابيات او في السلبيات هي عبها بس انها اتش دي مش فول اتش دي لكن كالوان معقولة جدا وكويسة جدا لكن مش هتديك اعلى كواليتي في الشاشة هنا او في الفرجة بتاعتها مش هتوصل للفول اتش دي او الالف وتمانين فما علينا بقى النقطة دي نخش على النقطة المهمة شوية هي اداء الموبايل والبروسير والمعالج اللي موجود في الموبايل المعالج اللي جاي في الموبايل وهو المعالج التقليدي اللي ابتدى يرجع تاني وهو الهيليو جي 85 شفناه قبل كده بقالنا كتير بنشوفه لكن ما زالت شركات كتير قوي بتستخدم المعالج ده والفئة دي مليانة موبايلات كتير من كل الشركات بنفس المعالج ده وتقريبا في موبايلات اغلى من سعر الموبايل ده 8000 جنيه او اكتر من كده وبتديك 6 جيجا رام بس يعني نفس اداء الموبايل ده وهعلم انه السعر في حدود 1000 ونص تقريبا ما بين النسختين الستة هنا والستة في موبايلات تانية فالحد ما الاداء بيقولك ان هو هيكون اداء معقول لانه موجود في فقات كتير زي ما قلتلك والمعالج ده اداء لحد ما حلو يعني في المهام اليومية وحلو الى حد اكبر شوية في الجيمز لانه مخصص للجيمز اكتر هيشغل معاك بقى التطبيقات طبعا هيشغل معاك اللي همهام اليومية وبرضا هيشغل الجيمز لكن على اعدادات جرافيك قليلة شوية مش اعلى حاجة لان طبعا برضو هو يعتبر موبايل اقتصادي هي الاسعار بس اللي رفعت شوية في الموبايل هنا جاي الموبايل باندوريت 13 مع وجهة شاومي الميو اي 14 الموبايل لحد ما التجربة بتاعته المبدئية سالسة ونعمة وما فيش في مشاكل كبيرة مع طبعا جايب بتمانية جيجا رام ومساحة كبيرة جدا مدينة ستة وخمسين جيجا فدي نقطة حلوة جدا مش موجودة تقريبا في اي موبايل تاني في الفئة دي لا وكمان الموبايل جايب يدعم تلت شرايح او منفزين للشريحتين شراحة السم او الخطور وكمان منفز كمان ليه اضافة كارت موموري لو حبيت تزود فنقطة برضو بتكون موجودة معاك متاحة لو انت حبيت او تلجأ ليها تنقل حاجة بكارت موموري او خلافه فهتكون موجودة معاك او حتى لو حبيت تزود اوبشن زيادة برضو شاومي جابته لنا او بوكو بقى تحديدا جابته لنا في البوكو السيخ خمسة زيخة اما بعد لو جينا الكاميرات فالكاميرا الخلفية الكاميرا رأسها بدقة خمسين ميجا بيكسل وكاميرا تانية اتنين ميجا بيكسل لعمل الماكرو وكاميرا تالتة اتنين ميجا بيكسل برضو للبرتري مالهمش استخدامات قوي استخدامك الرئيسي على الكاميرا الرأسية الخلفية اللي أدعا لحد ما معقول ومقبول على الفعل اللي ننزل فيها الموبايل بتتديك تجربة صور كده معقولة ومرضية لحد ما لا هي أن نقعد نقول عليها أنها صور وحشة ولا هي يعتبر أعلى حاجة لإن برضو دي فيها اقتصادية مع كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا السيلفي هنا أداءها متواضع شوية مش أفضل حاجة مش بقدرة الكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية يعتبر أقوى لو بنقارنها بأداء الكاميرا السيلفي الموجودة في الموبايل لكن ما زالت برضه بتديك صور لحد ما مرضية الكاميرات هنا بصور معك بدقة فول اتش دي وطبعا مفيش اعلى من كده وده شيء مقبول وطبيعي في الموبايل فكاميرات الموبايل يعتبر الكاميرات الكاميرا الخلفية الرئاسية حلوة مفيش اعلى من كده تقريبا في الفئة دي الكاميرا السيلفي يعتبر مقبولة نسيب الكاميرات ونيجي البطارية الموبايل اللي جاب قوة 5000 ميلي امبير زي كل البطاريات اللي بتيجي دلوقتي وبيدعم الشحن السريع حتى 18 واط 18 واط صراحة ممكن دي اللعيب شوية مش احسن حاجة والعيب الاكبر ان الشاحن اللي موجود في الموبايل الشاحن موجود في علبة الموبايل عادي لكن الشاحن اللي مرفقت 10 واط مش 18 واط ودي بوزة التجربة ودي نقطة رخمة اكيد في الموبايل يعني كان المفروض يكملوها يدوك حتى الشحن 18 واط كانت تبقى احسن لكن مجاش ودي نقطة اكيد زي ما قلتلك مش لطيفة وبرضه مش لطيف ان الموبايل اخره 18 واط بيوصله لل 25 ووصله لل 33 كان هيبقى عبقاري جدا لكن للأسف ما حصلش فدي نقطة في الاول وفي الاخر ان انت هتستحمل ان الموبايل هيقعد يشحن كتير فدي العقبة معك لو انت شايف ان عقبة اما تقدر تستحملها هيكون مفيش مشكلة ومعك طبعا امشانات تانية حلوة كتير احنا قلناها بالنسبة للمستشارات في الموبايل فتقريبا اغلب المستشارات بتشتغل عن طريق السوفتوير مفيش مستشارات فعلية في الموبايل زي الجيروسكوب اللي هو اللي بتستخدمه اكتر في الالعاب مش موجود في الموبايل هنا برغم ان قلنا البروسر او المعالج بتاع الموبايل حلو يشغلك العاب حلوة على اعدادات جرافك متوسطة هيكون حلو لكن مش موجود الجيروسكوب وبرضه مستشار تاني التصارع والتقارب او البروكسيمتي سنسور اللي هو الخاص بقفل شاشة الموبايل لو انت بتتكلم او لو انت بتسمع فبرضه بيعمل هنا من خلال السوفتوير واحيانا كده بيكون في بعض التعليقات عشان تبقى انت برضه عارف النقطة دي اما بالنسبة لصوت الموبايل فالصوت هنا طبعا سماعة وحيدة مش ستيريو سبيكر اكيد لما بيكون سماعات مزوجة او سماعتين بتبقى تحت وفوق بتبديك تجربة افضل لكن برضه هنا في تنزلات كتير في الموبايل عشان سعره ما يعلاش فالصوت هنا صوت عادي وصوته لحد ما عالي ومقبول ويعتمد عليها عادي ما فيش فيه مشكلة لكن هو مش افضل حاجة الموبايل زي ما قلت لك كده هو فيه بعض المميزات الحلوة وفيه برضه بعض العيوب السخيفة المميزات الحلوة ان شكل الموبايل كواس جدا شكله شيك ما فيش اي تنازل تقريبا فيه الشكل بتاعه وفيه القوالتي الخارجي حلو جدا شاشة الموبايل الحد ما معقولة اداء الموبايل حلو القامرة الخلفية حلوة بطارية الموبايل حلوة دي تقريبا لها المميزات الحلوة اللي موجودة في الموبايل اما النقطة السلبية ان كوالة الشاشة HD دي نقطة سلبية لكن برضه مش هي اللي هتوقفك معك برضه نقطة سلبية تاني زي اغلب المستشعرات اللي موجودة في الموبايل مستشعرات من خلال السوفتوير مش موجود لها هاردوير وكمان الشاحن بتاع الموبايل اللي موجود هنا الشاحن عشروات وقدرة الشاحن بتاعته هكون بطيئة شوية فدي كلها عيوب سلبية موجودة في البوكو سي خمسة وستين بجانب كمان ان قلبة الموبايل ابتدت شاومي تقلب شوية حاجات فيها برغم انها كان بتجيب لك كل حاجة كان بتجيب جراب بتجيب سكرينة بتجيب الشاحن فدلوقتي شالت الجراب وموجود بس الشاحن اللي هو عشرة واضحة تضحكوا علينا فيه وكمان موجود بقى السكرينة كده خفيفة ملزوقة على الموبايل فبرضه هتضطر ان انت تشتري بعض الحاجات فدي كان كل شي بخصوص البوكو سي خمسة وستين موبايل بيديك لو انت عايز رام كبير 8 جرام عايز مساحة كبيرة من 56 دي تقريبا من اهم المميزات والتارجيت اللي هو بيتساعدفه شركة شاومي وبيتساعدفه شركة شاومي وبيتساعدفه الموبايل البوكو سي خمسة وستين مع الكاميرا خلفية حلوة معاك اداء لحد ما معقول مع السلبيات اللي احنا قلناها ده كان كل شيء وصوص البوكو السي 65 اتمنى تكون بشكل سريع كده وضحنا مواصفات الموبايل ووضحنا مميزات وعيوب وبشكل سريع وكمان قلنا الاسعار ففي النهاية يبقى تعليقك ويبقى رأيك في الموبايل توضحولي في التعليقات عشان غيرك السفيد ولوليك هاتف تاني او موبايل يعني عايز ندخله في مقارنة اكتبهالي عشان نقول لكم اكتر من موبايل ونعمل مقارنة ما بينهم ونطلع عليكم افضل موبايل اكيد النهاية لايك وشير بيفيد اللي غير واشوفكم في ترجع اللي خير في رعاية الله